في هذا السبيل ، في سبيل الله ، والمجاهدين في سبيل الله ، أنا أقدر تعزيل أخينا إسماعيل هني ومغسل رحمة الله عليه رمضانات كي نقدت كي رمضان كاشته ، ما سيجل بأنه سرادة كانت تكنايه وكانت تكنا قيام سدح جزء ، لكن قرأك واحد يزيه إسماعيل هني حاضر الله لكتاب الله ، هذا رمضان كي نستطيع تكلمين لقرانك ليلة تسعة وعشرين بيه ، سدح جزء وآخرنا وقد أتغنا مرقورة مفرسة ، يقول سيد الله لك تعهي ، أخي أخي دفع حنوب وقبأ ، لكن مرقورة موسى سبحثى وقد أتغنا ، حوالي الله هوك الذي يعجيبه إجريه إلى أمارك قريبا سبحان الله سوف نلقي عليك قولا ثقيلة شورة المزمل قرآن كان لوجه قرآن شيء ثقيل الوحيد ثقيل لكن إشارة كثيرا وحان سيربو قولا ثقيلا سوف نفعل سوف نلقي عليك وكثيرا ايشان بحث ان تصريح ربك قلت لك تصريح وحان سوف نلقي سوف نلقي من المدينة سوف نلقي تحرم نعم بحياني أرعبنا من أجل والآن وقد عشバイه كبيراً وقد أرقبتهم وقد أرزدنا أنه سيكون أرزدنا بقريبنا أي وقت طيب ما أثر شحادة في سبيل الله وإن إلهي وحن مغرجين هنا تقبلوا في الشهداء إن شهدد الله وكمد له إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه أذنى وأمتعسين إننا هل كوحا لقوير يوم الجمعة يالقوتك الدوانا في قطر وإنشي قددنا إن شاء الله إنها صلاة الجنازة الغائب هل قوتكتان إن شاء الله هذا أقل ما يستحقه إخواننا في هذا السبيل في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله اللهم حريستان لإنهاي اللهم ارحمه ونفر له وأكله نزله وسيع مضخله شله من ماء والسلج والبرد نقه من المنوب والمعاصي كما نقه تثوب الأبيض من الدنس وارحم والدينا وكل من سبقنا من أهلنا إلى الدار الآخرة يا رب العالمين وجميع إخواننا في غزة وفي فلسطين في شائل بلاد المسلمين اللهم ارحم بوتاهم وداو جرحاهم وعاف مبتلاهم اللهم أمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع اللهم دمر اليهود الغاصبين اللهم عليك بالظلمة المجرمين اللهم عليك بمن يقتل النساء والأطفال ولا يبالي بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين أصلح أحوال المسلمين وقفنا شر المؤدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا لا تدع لنا ذنبا للا غفرته ولا هملا للا فرجته ولا كربا للا نفسته ولا حاجة لها لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغلاء اللهم في هذه البلدة وأهلها يا رب العالمين اللهم أغضق عليهم بركاتك ورزقك يا الله يا كريم اللهم سد خلتهم يا ذا الجلال والإكرام وأطعم جوعتهم يا أرحم الراحمين أنزل عليهم بركات السماء والأرض